انا عندي حالة اف في الحالة السفرية دي تتكلمني على الحقائق بتحدث فهي عبارة عن ايه بستخدام اف معناها اذا او لو او وين المان عندما يجي بعدها لفعل مضرع بسيط ودهات تانية مضرع بسيط ومن الحالة الاولى من اف دي عبارة عن مواقف وضرورة بتحصل ببستخدام اف زائد مضرع بسيط هي جاة تانية وين زائد المضرع الحالة التانية هي حالة تخيرية وغير محتملة هي بسبب عبارة عن اف زائد ماضي بسيط وجهة تانية وود زائد الفعل في المصدر الحالة التالتة والاخيرة هي تخيل عكس الماضي او ندم على الماضي فيها اف زائد هاد زائد التصريف التالت للفعل او وجهة تانية وود او كود زائد هاف زائد التصريف التالت للفعل تعالوا نتكلم مع بعض بالتفاصيل عن الحالات السفرية تعالوا نشوف هنقول ايه الحالة السفرية هنمسك حالة حالة نتكلم عنها بالتفصيل الأول حاجة عندي الحالة السفرية هي عبارة عن زي ما احنا قلنا if أو when زائد جملة المضارع البسيط وجهة تانية مضارع بسيط. عندي مثال بيقول if أو when we mix red and yellow. لو خلطنا الأحمر والأصفر. we get orange هنحصل على اللون البرتقاني. طيب تعالوا نشوف لما خط معها السؤال بمعنى هل اللي هو بفعل مساعد قال لي أنت بتخطيه بضعف على الجملة التانية من if. إزاي؟ if أو when we mix red and yellow do we get orange هل هنحصل على اللون البرتقاني؟ يبقى تضاف السؤال ايه الفعل المساعد في الجملة التانية من if. طيب تعالوا نشوف لو حطيت أداة استفهام هيبقى برضو في الجملة التانية بتقول ايه؟ if أو when we mix red and yellow what do we get? ايه اللي هنحصل عليه؟ ماذا سوف نحصل عليه؟ طيب تعالوا نشوف استخدماتها حالة سفرية اللي بتعبر عن حقائق عامة زي ايه مثال if أو when we freeze water لو جمدنا المية it turns into ice هتتحول لتل طيب خدوا بالكو هنا اتكلمت على طول turns جبتها فعل من ضارع بسيط تتحط له اس مع المفرد it ودية معناها ما استخدمتش فيها will اللي خدوا بالكو من النقطة دي طيب تعالوا كمان نشوف بتعبر عن ايه؟ او استخدماتها قال لي عن عادات سبتة او مواقف لها نتيجة منطقية زي ايه؟ if او when i go to bed late لو انا رحت للسلين متأخر I feel tired زي نكستمور نكا حشعر بالإرهاك والتعافي صباح اليوم التالي طيب مع الحقيقة اللي بتخص مواقف معين زي ايه؟ بقول if you drop glass it breaks زي انت وقعت الكوب باية هتتقسر طيب تعالوا نشوف كمان المضارع البسيط وي قد يكون مسبة او مانفي زي ايه؟ if او when we put water in a freezer it doesn't turn into steam مش هتتحول لبخار طيب تعالوا كمان نشوف ايه؟ مثال كمان بيعضل على ان المضارع البسيط قد يكون معلوم او مجهول if او when water is put in a freezer it is turned into steam حلو بقى نشوف مع بعض الحالة الاولى خلصنا كده الحالة السفرية نبدأ مع بعض في الحالة الاولى برضو من if الحالة الاولى الشرطية من if نفتكر انها if معناها اذا او unless اذا لم جموم لها بعدها بتاعك مضارع بسيط والجهة التانية ويل زائد الفائل في المصدر ناخد مثال if he works hard لو هو عمل بجد he will earn a lot of money هيكسب او يحصل على كثير من المال طيب unless اذا لم he works hard لم يعمل بجد he won't earn a lot of money مش هيحصل على كثير من المال طيب تعالوا نشوف برضو من نفس الطريقة هناخدها بمعهل هتبقى ايه if he works hard ده هو عمل بجد will he earn a lot of money هل هيحصل على كثير من المال خدوا بالكوا غيرنا من الفاعل والفاعل بدلنا ما بالهم طيب هنا كان he will earn بقت will he تعالوا نشوف بقى في اداة الاستفهام اداة الاستفهام هتبقى if or unless بعدها جملة مضارع بسيط اللي هي ده تبقي استفهام اللي بتبقى if you work is hard لو اعمل بجد what اهي what will he earn ايه اللي هيحسبه او هيحصل عليه تعالوا نشوف استخداماتها على الاولى قلنا مواقف قبل للحدوث في المستقبل زي if i have enough money لو انا معايا فلوس كتكفاية i will buy a car كنت هشتري سيارة بستخدم should او must او might او may او can بدلا من will اللي بعبر بهم على القدرة في can او الاحتمال في may و might او الضرورة في must او النصيحة في should في المستقبل طبعا كل ده بعبره عنه في المستقبل في جملة جواب الشرط طيب تعالوا كمان نشوف المضارع البسيط بستخدمه وليس المستقبل في فعل الشرط زي ايه if احمد اه if احمد calls me لو هو كلمني i will tell him زتروس هقول له الحقيقة طيب تعالوا بقى نشوف ابا فرق بين حاجة مهمة برضو قوي اللي هي if و in case if معناها اذا او لو in case في حالة تعالوا نشوف الفرق ما بينهم قالوا خلاصة زي ما احنا متعودين مع بعض if مش هعمل شيء الا اذا حدث شيء يعني مشروطة فيها شرط لكن in case تحسبا للحاجة لشيء ده لشيء معين انا هبقى خليه ايه عجيبه معايا او هبقى عامل حسابي عليه هعمل شيء احتياطي ممكن احتاجه يعني سواء احتاجت او ما احتاجتوش انا هعمل حاجة هعمل حسابي لكن هنا if دي مش هعمل الا اذا حصل كذا طيب تعالوا نشوف بقى يبقى تعني if ان الحدث سيقع فقط اذا توفر شرط معين i'll buy some sandwiches انا هشتري بعض السندوشات if i feel hungry لو انا شعرت بالجوع طب وما ال in case قال لي هنا i'll buy some sandwiches in case i feel hungry انا هشتري بعض السندوشات في حالة ان انا شعرت بالجوع يبقى انا هنا ايه كده كده هشتري السندوشات تبقى معايا عشان لو مشور بقوع تبقى معايا ايه احتياطي طيب يبقى سأشتري في كل الاحوال تحسما لانني قد اجوع فيما بعد تمام طيب تعالوا نشوف الحاجات المهمة النوت المهمة اللي على الحالة الاولى طبعا احنا عارفين نقف بيه بعدها فعل الشرط والجهة التانية بتبقى جواب الشرط هنشوف ايه قلنا هنا عندي هستخدم ايه if anyone find this my mobile لو ايه حد وجد موبايلي please take it to the manager's office طيب انا اخترت ليه هنا find this لانني عندي في الجملة التانية مكتوب فعل في المصدر اللي هو لاما infinitive لاما don't زائد الفعل في المصدر لاما never زائد الفعل في المصدر يبقى لأي واحدة من دول يبقى على طول بعد f فيه مضارع بسيط لاما مصدر لاما don't زائد مصدر لاما never زائد مصدر طب تعالوا نشوف مع بعض زائد الفعل في المصدر برضو في نفس الحالة دي هختار جانب f مضارع بسيط طيب اللي اختصارها بيجي بعد الفعل في المصدر برضو هختار بعد f مضارع بسيط طب زائد الفعل في المصدر هختار بعد f مضارع بسيط طيب زائد الفعل في المصدر برضو هختار بعد f مضارع بسيط عندي زائد الفعل في المصدر جزئية مهمة كده معانا اللي هي اذا وجدت اي واحدة من اللي انا هقولهم دول بجانب if هاختار will زائد الفعل في المنظر. خدوا بالكم الحاجات دي عشان بتبقوا مهمة. قال لي هلاقي ايه? قال لي اذا كان فعل الشرط احد الصياب التالية. اللي هو جانب if لو لقيت جانبها would like, i would love, i would prefer. زي المثال if you would like to travel by plane i will get خدت على طول will. a ticket for you. هاخد تذكارة من قدلك. if زائد الفاعل بتاعي وبعدين بعدها am or is or زائد الفعل في ing. يعني مضارع مستمر. قال لي بقى انا على طول هاختار will زائد الفعل في المنظر. if you are traveling to us one next week, i will go with you. طيب برضو الحالة كمان التالتة هتبقى if بعدين في have او هذا التصريف التالت الفعل. اللي هو شكل تكوين المضارع التام. قال لي if you have done your homework, i will it. you go out. هخليك ايه تخرج برا. كده خلصنا مع بعض الحالة الاولى. تعالى نشوف الحالة التانية. قال لي الحالة التانية. الحالة الشرطية التانية لحالة if. هي عبارة عن ايه بنقول if او unless. زائد بعدها ماضي بسيط. وجهة التانية وات زائد الفعل في المصدر. تعالوا كده نشوف. if he studied more. لو اذكر اكتر. he would get better marks. هيحصل على درجات احسن. he would get better marks if he studied more. لو هو اذكر اكتر. he wouldn't get better marks unless اذا لم he studied more. اذا لم يذاكر مش هيحصل على درجات كويسة. اذا هو لم يذاكر كويس. طيب تعالوا بقى نشوف معها هل السؤال بهل والفعل المساعد هيبقى would he get better marks طبعا قلنا التغير في الجملة التانية. طب احط what what would he get? هو هيحصل على ايه? طب تعالوا نشوف استخداماتها. اللي بتعتبر الحالة التانية بتعبر على مواقف غير محتملة زي I am extremely overweight if I lost much weight. انا وزني زادة جدا لو انا فقدت شوية I would run into mores morison. انا هاجري في المارسون بتاعها جدا. طب يا هذا غير منطقي لانه لو احد يفقد الكسير من الوزن فيه واحد. طيب فيه هي برضو بتعبر على مواقف تخيلية ومستحيلة. سواء في المدارة او المستقبل. if people had wings. لو الناس عندها اجنحة. they would fly like birds. هيطيروا زي الطيور. طيب هي كمان بتعبر عن اعطاء نصيحة. بس بصيلة if I wear. if I wear you. لو انا كنت مكانك. I would study hard. انا كنت اعزاكر كويس. طب ممكن تجيلي من غير اه اه ازاي? if I wear a good footballer. I would be famous. لو انا كنت لعب كرة كويس. اه كرة قدم. انا كنت حابقى مشهور. طب ممكن ما اقول ايه? where I? where I? a good footballer. لو انا كنت لعب كويس. I would be famous. يبقى بدأت بايه? where I? وشلت if I wear. شلتها خالص. وحطت ايه? بدلت. where I? لو انا كنت لعب كرة كويس. كنت فاتي اصبحت مشهور. طب بتعبر عن ايه كمان? التخيل والنصيحة. وبتعبر كمان انها ممكن ما استخدم معها should or might or could بدل من would. عشان تعبر عنها عن امكانية او احتمالية او النصيحة او الافتراض. طيب. تعالوا كمان بقى نشوف الملاحظات المهمة الا على الحالة الشرطية التانية. قال لي ان الافعال read and shut and hit and put and cut. اللي هي الحالة اللي تبقى شكلها في زمن الماضي زي المضارع. عارف منيني ان انا هاختار ايه معها? will ولا wood? قال لي خدي بالك اني ما بتتغيرش تصريفاتها دي في زمن الماضي. طب اه عارفها منين? قال لي ازا لم يضاف لها s. قال لي ده احنا في الحالة دي باستثنائية بنحط لها s مع هي وشي وات. لو هي لو هي بتحط لها s يبقى هي بقت ايه في زمن المضارع فاختار will. طب اللي هي ما تحط لهاش يبقى اعتبرتها ماضي واختار would. طيب بعد كده عندي ازا كان فعل الشرط had زائد ما بزائد اسم بتكون الجملة حالة تانية وبختار would. قال لي had وبعدها اسم. خلاص? طيب يبقى. اف اي had اقار يعني لو كنت امتلكت سيارة. I would drive you to the airport. كنت فاتي وصلتك للمطار. نشوف كمان ان ازا كان فعل الشرط had to زائد المصدر بتكون الجملة حالة تانية وبختار would زائد الفعل في المصدر. if she had to work لو هي كانت لازم انها تعمل she would look for a job as a secretary. لاجب لازم انها تبحث عن وظيفة secretary. طيب ازا كان جواب الشرط would have زائد اسم. اللي بتكون الجملة حالة تانية. واختار ماضي بسيط. if my son passed. زائد زار. لهو عدم اللي متعان. he would have a present. عيد ايحصل على جيزة. طيب وكمان ازا كان جواب الشرط would have to زائد المصدر. بتكون الجملة حالة تانية وبختار ماضي بسيط. if nada got laid. لو يتأخرت she would have to take a taxi. اخدوا بالكو. have ما جاش بعدها تصريف تالت. فاكيد دي حالة تانية. تمام? لان would بيجي بعدها الفعل في المصدر. فهف هنا هي المصدر. فمش محتاجة اطلخططني مع الحالة التالتة. ثم ما بعض نشوف الحالة التالتة. زائد الحالة التالتة من اف. قال لي اف زائد هاد زائد التصريف التالت. خدوا بالكو هاد. مش هاز ولا هاد. هاد زائد التصريف التالت للفعل. والجهة التانية would have زائد التصريف التالت للفعل. if he had trained hard. اللي هو الضرب كويس. he would. او could. او might. او have worn yesterday's much. كان فاته ايه فاز في المطش بتاع امبر. السؤال بهل? هيبقى would he have worn yesterday's much? طيب اما جايس اقل بقناة الاستفاق. what would he have done if he had trained hard? تعري بقى نشوف ايه الحاجات المهمة اللي على الحالة التالتة اللي ناب تستخدم للتخيل العكس ما حدث في الماضي. I worked hard on this project. انا عملت بجد في هذا المشروع. if I hadn't worked hard. لو انا ما اشتغلت كويس. I wouldn't have succeed. مش هنجح. طب عبرت بها كمان عن الندم على شيء حدث في الماضي. the traffic policeman find me yesterday. ان الرجل المرول غرامني. if I had left it in the parking area I wouldn't have been fine. لو انا كنت تركتها في مكان ركنت سيارات ما كنتش اتغرامت. كده خلصنا مع بعض حالات اف انتظر ان شاء الله الفيديو اللي هيبقى فيه حل وتدريبات على الاسئلة باجاباتها بازن الله. ما تنسوش لايك الفيديو ده في امان الله.